اشتركوا في القناة 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 وتحت عنوان كلنا سلمان وكلنا محمد وصفت صحيفة الرياض الاحتفالات التي شهدتها جدة بالليلة الخضراء حيث شارك أبطال نجوم الفن السعودي مشاعر المواطنين وذلك من خلال أمسية وطنية أقيمت في ملعب الجوهرة اشتركوا في القناة 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 الشعب السعودي الوفي الشعب السعودي قاطبة تقريبا اشتركوا في القناة 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 عبدالعبدالعز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي القناة اشتركوا في 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 القناة ومن التنظيم والترتيب والنجاح في موسم الحج الماضي نحمد الله سبحانه وتعالى نحن بفضل هذه الجهود هؤلاء الشباب هؤلاء القوات المدربة النابهة المحبة لوطنها نحن معهم من نجاح الى نجاح يجب أن نشكرهم يستحقون أن نقبل جبينهم وأن نقبل أكفهم وهذا دليل على أننا لحمة واحدة على أننا وطن واحد أخوة شعب نقدر هذا العمل لأن هؤلاء هم أبناؤنا وإخوتنا من أراد أن يثير الفتن كانت هذه الصور أكبر رد عليه أنت قاطعتني في البداية أنا كنت أريد أن أقول أن في نفس اللحظات التي كنا نحتفل فيها بالوطن وأشقاؤنا ومحبونا في الوطن العربي وفي الخليج العربي وفي العالم الإسلامي وفي كل مكان كانوا يحتفلون معنا كان هناك من يقيمون المآتم من يقيمون العزاء أعداء المملكة العربية السعودية الذين لم يعجبهم هذه الصور لم يعجبهم هذا التلاحم لم يعجبهم ما وصلنا إليه من قوة ومن أثر في هذا العالم تلك الصور كانت أبلغ رد على جميع الألسنة التي امتدت علينا وتحولت فجأة إلى وعاض وأصبحوا يأمروننا بالمعروف وينسون أنفسهم أولئك أصحاب المشاريع الذي كانوا يطمحون ويهدفون إلى تفريق شملنا فعكسنا الصورة تماما وأوضحنا لهم أن السعودية ليست لقمة سائغة لأوهامهم وأحلامهم بل هي وطن قوي يقود تحالفا إسلاميا من 34 دولة وعظم في الدول الأعظم اقتصاديا في العالم دول العشرين ويقود تحالفا لمناصرة الشرعية في اليمن ويقود تحالفا إعلاميا وسياسيا من أجل ردع الأطماع الشرقية والغربية في الوطن العربي والخليج العربي وفي المملكة العربية السعودية نعم هذه الأطماع يعني والله الحمد الوطن والمواطن يعني على حد سواء والقيادة أيضا يقفون صفا إلى صنف لمواجهة هذا الأمر سيد أحمد يعني المشاعر لا يمكن أن تحبس ولذلك يعني هي فرصة سانحة في اليوم الوطني لإطلاق هذه المشاعر ورسم لوحة مشاعر في السماء من خلال بعض الهازيجة التي رددها الجمهور لكن أيضا اليوم الوطني يوم طوال العام يوم طوال هذه السنين والتالي الجميع يعمل من أجل الوطن لا يعمل من أجل يوم كيف ترى ذلك؟ بطبيعة الحال على الجهات على الأفراد على كافة المكونات هذا المجتمع يعمل لطوال العام وطوال هذه الحياة في هذا الوطن لنصرة وإعزاز هذا الوطن بالتالي هذا يفترض على الجهات العاملة وعلى المؤسسات والأجهزة أن تبادر وأن تعمل ليكون مناسبة اليوم الوطني هو مناسبة إعلان منجزات وطنية تخدم الوطن وتزيده رفعة وتعزز من حياة المواطن الرغيدة فبالتالي أن مناسبة اليوم الواحد هي مناسبة تعبير فقط ولكن المراد من هذا اليوم أن يعمل كل في مجاله لإبراز ما أنجزه لهذا الوطن وفي إطار تحقيق الرؤى والتطلعات التي تفضل بها سمو ولي العهد متبثلة في رؤية 2030 نريد اليوم الوطني القادم أن يكون محفلا للإنجازات والذي يليه أيضا تحقيقا لكل الأهداف التي رسمت في هذه الرؤية التنموية الرائدة والمميزة نعم أستاذ صالح يعني ونحن نتحدث عن 2030 كما ذكر ضيفي الأستاذ أحمد يعني أتذكر حديث ولي الأهد الأمير محمد بن سلمان العام الماضي عندما قال سوف تنظرون أو تشاهدون طلاع هذه الرؤية في نصف العام 2017 بالأمس شاهدنا احتفالات استثنائية أيضا نقلتها الصحف العالمية وتحدثت عن هذه الإمكانيات والتجهزات التي استخدمتها حيئة الترفيه في هذا النشاط المجيد على اعتبارنا اليوم الوطني أخي الكريم بالنسبة لرؤية 20-30 هذا المشروع الطموح الذي سيغير من وجه المملكة العربية السعودية سيقودنا بمشيئة الله إلى أن نصبح من الدول المنتجة وليس المستهلكة ليس الترفيه إلا جزء من هذه الرؤية والحقيقة أن هيئة الترفيه تقوم بأدوار مهمة جدا ومشكورة جدا ونشكر جميع القائمين عليها هذه الفعاليات وهذه المهرجانات التي تقودها وتشمل المملكة العربية السعودية قاطبة هذه جهود مشكورة ومباركة وهي بالتوازي مع الجهود الاقتصادية والجهود العسكرية والجهود التنظيم والتخطيط والمشاريع التي يعلن عنها ما بين فترة وأخرى والمشاريع العملاقة التي ستغير حتى ربما بعضا من العادات السيئة التي كان يعيشها المجتمع مثل مثلا التواكل والاعتماد على الدولة في كل شيء وإلى آخره هذه الرؤية نقول بإذن الله أنها رؤية مباركة رؤية خير سيعم نفعها أبناءنا وأحفادنا بمشيئة الله تعالى بقيادة واعية من سمو ولي العهد هذا الشاب الطموح الناجح الذي نسأل الله له التوفيق والعون والسداد وأن يحقق جميع أهدافه وجميع طموحاته التي هي نفس طموحات شباب المملكة العربية السعودية أخي الكريم الشاب السعودي سواء على مستوى القيادة وكما نرى الآن بعض الوزراء الشباب وسواء على مستوى الفرد أثبتوا وجودهم بكل قوة وفي جميع الميادين ونرى أيضا المرأة السعودية التي أثبتت جدارتها وأصبحنا نتغنى بأسماء عالمات سعوديات وناشطات سعوديات وحقوقيات وغير ذلك هذا المجتمع السعودي المتفاعل الواعي المثقف يجب أن يحظى بهذه المكانة يجب أن يحظى بهذه النقلة يجب أن تطلق كل طاقاته وأن تتاح له الفرصة ليشارك في نمو وطنه إلى أن نرقى بإذن الله تعالى إلى مصاف الدول المتقدمة بكل تأكيد يا أستاذ صالح الأسماء التي ذكرتها نوجه لها الشكر والإمتنان على ما قدمته للمملكة العربية السعودية لكن الحلقة ضيقة والمجال لا يتسل لذكر كل هذه الأسماء لكن سؤال أخير معك أستاذ أحمد التنوع الذي قدمته هيئة الترفيه بالفعاليات شملت كافة الأسرة بل شملت العائلة كافة تذهب إلى أستاذ ملك فهد مشاركة ومشاهدة ملحمة وطن إلى مثلا فعالية الخفاق الأخطر أدت فعاليات لم تختصر على جنس معين بل شملت كما ذكرتنا العائلة كيف تنظر لذلك؟ بالتأكيد مثل ما تفضل الأستاذ صالح أن الرياضة والترفيه هم ركزتين مهمتين في رؤية 2030 ولعل أقرب الأوقات التي ترجمت فيها هذه الرؤية ما يخص هذين الجانبين وما حدث بالأمس في تنوع الفعاليات وتعددها وظهورها بشكل مختلف ومنظم ربما شاهدنا احتفالات سابقة واحتفلنا بيومنا الوطني ولكن بهذا الشكل المنظم وبهذا الشكل المتنوع والموزع أيضا شمل الأسرة فوجدنا حضور المرأة بارزا في معالم لم نكن نراها فيها كأستاذ الملك فهد أعتقد أن هذا تقدم يحسب للجهتين التي عملتها أيضا تعقب على ما قلت يعني الرؤية 2030 شملت كافة طوائف المجتمع شملت كافة فئات المجتمع السعودي لكن للختام ما يسعني لأشكرك الإعلامي أحمد السلمان وأيضا من جدة الكاتب السياسي صالح الزهراني الشكر أيضا موصول لكم مشاهدنا الكرام وإلى اللقاء عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان عاش سلمان ملكنا عاش سلمان عاش سلمان عاش سلمان عاش سلمان ملكنا عاش سلمان والشعب كل يردد عاش سلمان والشعب كل يردد عاش سلمان عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان عاش سلمان ملكنا عاش سلمان غنت الدنيا وغنت البلد غنت الأمجاد لك يا أبو فهد غنت الدنيا وغنت البلد غنت الأمجاد لك يا أبو فهد تكتب الفرحة لك أحلى قصيد افتخرنا فيك يا وجه السعد تكتب الفرحة لك أحلى قصيد